سوف نذهب مع حضرتكم لموجز لأهم وآخر الأخبار مع لم يتفضل يا لم شكرا لك هادير أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم دول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الإغذائية وتيسير أيضا اندمج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي وأضف متحدث الرئاسة أن برنامج زيارة الرئيس السيسي يتضمن وعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين استقبلت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله إلى مقر إقامته بواشنطن حيث يشارك في القمة الأمريكية الأفريقية الثانية ورفع المئات من المصريين القادمين من نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وبنسلفانيا وبوستن وولايات أخرى لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلم مصر وصور الرئيس السيسي ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلادهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له فشل وزراء الطاقة الأوروبيون في التواصل لتوافق على آلية لتحديد صقف لأسعار الغاز بالجملة فأمهلوا أنفسهم أسبوعا إضافيا لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طارئة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة هذا وقد أرجاءت المباحثات إلى حتى اجتماع وزري جديد سيعقد في التاسع عشر من ديسمبر ليتطرق رؤوساء الدول والحكومات إلى مسألة في قمتهم المقررة الخامس المقبل ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخامل الأمريكي ارتفعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت مصادر بمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر وزادت مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.4 مليون برميل قالت مصادر أن الصين تعمل على إعداد حزمة تدعم أو دعم تزيد قمتها على 143 مليار دولار لصناعة أشباه المواصلات لديها في خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق ومواجهة التحركات الأمريكية التي تهدف إلى إبطاء تقدمها التكنولوجية وأضفت المصادر أن بكين تخطط لطرح واحدة من أكبر حزم الحوافز المالية على مدى خمس سنوات والتي ستكون بشكل أساسي في صورة إعنات وإتمانات ضربية لتعزيز إنتاج أشباه المواصلات وأنشطة البحث في الداخل قال قائد الشرطة في كونغود ديمقراطية إن 120 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في كينشاسا جراء سيولي ناجمة عن الأمطار الغزيرة كما ألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات وغمرت أيضا المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة والبالغ عدت سكانها 15 مليون نسمة واكتاحت الفيضانات شوارع في منطقة جنبي التي تضم وزارات والسفارات حسن ما منتخب الأرجنتين تأهله للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم عقب انتصاره على نظيرها الكرواتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاة لوسيل ضمن منافسات الدور النصف النهائي من البطولة ويمتلك ميسي بمشاركته الأخيرة 25 مباراة بقميص راقص التانجو في كأس العالم ليتساوى مع أسطورة ألمانيا السابق ماتيوس في الصدارة هذا ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد البيت في الدور قبل النهائي من كأس العالم 2022 وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف نظيف بينما صعدت فرنسا إلى قبل النهائي بعد تخطيها عقبة المنتخب الإنجليزي انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل